رجل وحصان ومجموعة من الكتب عبر هذه الوسيلة البسيطة اتجه رجل اندونيسي يدعى ردوان سروري الى صنع مكتبة متنقلة ومجانية بهدف تشجيع الاطفال على القراءة يشتهر سروري بكونية روري ويبلغ من العمر 42 عاما وينطلق ثلاثة ايام اسبوعيا بفرسته لونة ليجول بها القرى الاندونيسية من اجل اعارة كتب مجانية للاطفال العرض من المكتبة التشجيع على القراءة والهدف من استخدام للحصان يرجع في رأيي الى انه يجذب الاطفال ودون ان يدركوا سيتنام اهتمامهم بالقراءة انها اكثر مناءمة بالنسبة لهم لذا فاننا نأتي اليهم هنا تشجيع الاطفال على القراءة دون الحاجة الى الدخول على نحو يسير الى مكتبة للقراءة هي فكرة جديدة وجيدة ويبدو انها رقت للاطفال وحازت قبولهم حيث اعرب بعض منهم عن ساعدتهم بالمكتبة المتنقلة لانها ساعدتهم على اكتساب المعرفة واداء الواجب المدرسي فضلا عن كونها مجانية وجاءت جميع الكتب الموجودة على المكتبة المتنقلة التي عرفت باسم مكتبة الحصان على سبيل التبرعات ورغم ارتفاع معدل ايجادة القراءة والكتابة في اندونيسيا يقول سكان محليون ان الاطفال اكثر اهتماما بمشاهدة التلفزيون وربما تساعد الزيارات المنتظمة التي يجريها روري بمكتبة الحصان الاطفال على ادراك المتعة البسيطة النابعة من مطالعة كتاب جيد محمد الجبالي رايتورس اشتركوا في القناة